هذا هو الرجل الذي وجد لوحة جلجامش وتحقق من أصوله وقاد الجهود لضمان عودة القطعة الأثرية المنهوبة لموطنها الأصلي واعتبر أن العثور على اللوح وإعادته يعد أمرا شخصيا لأنه من أصول عراقية ستيف فرانسيس القائم بأعمال رئيس جهاز تحقيقات الأمن الداخلي الأمريكي الذي يشغل منصبه منذ العام 2019 يفتخر بأصوله العراقية فقد ولد والده ستيف فرانسيس في العراق ويتحضر من أصول كلدانية وتم تعينه في وحدة الجمارك الأمريكية في العام 2003 التي تم إرسالها إلى العراق للمساعدة في حماية القطع الأثرية المنهوبة قصة لوح حلم جلجامش تشبه بشكل أو بآخر رحلة جلجامش في البحث عن الخلود فاللوحة التي سرق من العراق إذ بان حرب عام 1991 تنقل بين عدة بلدان ليعود أخيرا إلى موطنه الأصلي استعادة الآثار بالنسبة لباحث مثلي هي استعادة للثقة بالنفس في المجتمع العراقي في حفل التسليم الذي أقيم في المتحف الوطني للهنود الأمريكيين في واشنطن كان اللوح محط أنظار الذين شاركوا في مراسم تسليمه اذ ترن العيون إلى تلك الخطوط المسمارية التي سطرت قبل 3500 عام لتفتح الباب أمام الملاحم الشعرية الرومانية والغريقية أثرت هذه القصة على الديانات التوحيدية الكبرى وتركت آثارا على الإلياذة والأوديسي إن ملحمة قلقامش تخبرنا بما لدينا من قواسم مشتركة واستردادها يمثل انتصارا كبيرا على أولئك الذين يشوهون التراث يذكر أنه تم العطور على اللوح الطيني المسماري لوح حلم قلقامش الذي تبلغ قيمته مليون وسبعمائة ألف دولار في العام 1853 كجزء من مجموعة من 12 لوحا بين أنقاض مكتبة الملك الآشوري آشور بانيبال ترجمة نانسي قنقر